النهاردة علي بابا جان اللي هو المعارض اللي كان شغال وزير مالية وزير الاقتصاد مع اردوغان خرج بيقول انا مندهش انا هتجنن ليه يا سيد علي قال هل يعقل ان اردوغان تصل به حماقته السياسية ان هو يبوز العلاقات بين تركيا ومصر هل وصل باردوغان الغباء والعمل السياسي ان هو يخاصم ويقاطع ويهاجم دولة بحجم مصر بيقول ده خسارة محققة للشعب التركي ده كله تم بعد ايه بعد ان مصر صابرة ومصر مهزبة ومصر دولة نبيلة لم يصدر عن مصر كلمة نابية واحدة بحق تركيا او بحق اردوغان ده بشارت مين علي بابا جان اللي مرشح انه يكون رئيس حكومة خلال الفترة الماضية النهاردة المعارضة التركية كلها بتهاجم اردوغان على خلفية عداءه الواضح للدولة المصرية